أدنا الجميلة أعرج على أبطال نفسي حدود المملكة سواء الجنوبية أو الشمالية أو غيرها أو حتى البحرية فأنا بحكم عملي في فترة سابقة تشرفت حقيقة أني زرت الحدود الجنوبية ولله الحمد وتشرفت أني زرتهم كمرشديني وغبرت قدمي ساعة في سبيل الله فنسأل الله أن تكون هذه الأقدام حماية لنا من النار النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم فأولئك الأبطال عندما وصلنا لهم في أماكنهم التي رابطوا فيها ووصلوا إليها والله إنها أماكن قفر وأماكن صعبة الوصول لها وجبال شاهقة ووعرة جدا بل أنها تكون على تماس مباشر مع العدو فمظنة الموت في ذلك المكان أكبر من مظنة الحياة أتينا إليهم وزرناهم لنرفع معنوياتهم ووالله هم الذين رفعوا معنوياتهم والله أقولها من تجربة أنا وصلت إلى الخطوط الأمامية وصلت إلى خطوط التماس الأمامية والله أنني رأيت من ثبات الرجال ومن قوة الإيمان ومن المسارعة على تقديم دماءهم ولسان حالهم يقول ولسنا على الأدبار تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدماء بعضهم يصاب ويتعالج ويقولون له طبيا منفترض ما ترجع يقول إلا برجع والله أنهم يكلمون ويبحثون عن واسطات أو واسطات حتى يرجعون وبعضهم ينتهي تكليفة ويقول لا والله ودي أجلس مع أزملاي ودي أخدم الوطن قدر المستطاع فهناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هناك رجال أصيبوا ولكن هذه الإصابة شرف وعزة ورفع لهم في الدنيا وفي الآخرة هناك رجال استشهدوا وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحطوا بهم من بعدهم من خلفهم فأولئك سطروا أجمل اللحظات وأجمل الأوقات وأجمل الساعات في حماية الحرمين وحماية المملكة السعودية فأسأل الله أن يجزل لهم المثوبة وأشكر شاعرنا جزاها الله خير جزيل الشكر اللي هيض المشاعر واللي أنا أعتقد قبل سبوعين أنتم تكلمتم عن رجال الحد في هذا البرنامج والشيخ جزا الله خير في قصيدته الجميلة خلانا نصبح عليهم وندعو لهم في هذا المجلس فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعزة الله وعظمة أن يغتالوا من تحتهم أسأل الله أن يشافي مريضهم ويشافي مصابهم ويقبل شهيدهم ويردهم سالمين غانمين ومنصورين وصلى الله وسلم على نبينا محمد حقيقة هذه المشاعر مع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بعنايته ورعايته ولا يستغرب على جنودنا البواسل لما يقول أخونا العميد سعيد يقول مع عظهم يصاب ثم يطلب الرجوع إلى الحد الجنوب لهذا رحفات الصحابة اللي بارك الله فيك يقول أحد الصحابة اللهم بخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى والآخر لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه بما للصدقة أتى إلى النبي وهو مغضب وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك قال إذا على ما بايعتني قال بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا في سبيل الله قال إن صدقت الله صدقك الله فلما انتهت المعركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء وجده وإذا السهم قد دخل من حيث أشار وخرج من حيث أشار فبكى صلى الله عليه وسلم وقال صدقت الله فصدقك الله هذا الله أحفاد هؤلاء فلا يستغرب منهم الشجاعة ومن يشكك في شجاعة الجندي السعودي أو يشكك في شجاعة هذا الشعب السعودي فهو ظالم مضل لأن هؤلاء أحفاد الذين فتحوا القلوب وفتحوا البلاد سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه والله لو نتكلم عن جنودنا وأبطالنا في الحدود والله يطول الكلام ولا يكفي حلقة ولا حلقتين ولا مدة هذا البرنامج كاملة ولكن نعد إن شاء الله عز وجل المشاهدين الكرام أننا نتكلم عن أبطالنا في الحدود مرة ومرة ومرة وبإذن الله ولا نوفيهم حقه